الفترة اللي جاي كلها الكلام على محمد صلاح وان هو هيمشي من ليفر بول ولا لأ وعلى ماسي ان هو بعد طبعا ما جاي رئيس جديد لبرشلونة مكمل ولا مش مكمل والعرض اللي هيتقدم له هتفضل فترة كبيرة لحد طبعا ما يتم النجوم من هما يحسموا مواقفهم معنى ديهم موقع توك سبورت الانجليزي نشر تقرير خاص اكت خلاله احتمالية رحيل واحد من ثلاثي الهجوم لفريق ليفر بول محمد صلاح ساديو ماني وفيرمينو الصيف اللي جاي ده اكد الموقع ان فريق ليفر بول بيعاني من انهيار تام في مستوى الفني بيحتاج طبعا هو يغير تغييرات كبيرة جدا داخل الفريق وبيحتاج لتعديل داخل صفوفه بس الحقيقة انه في مشكلة مادية او مالية في النادي نتجة طبعا عن ازمة كورونا هي اللي مخليه الموضوع صعب جدا ان هو يقدر يجيب لعيبة الفترة اللي جاية علشان يقدر يقوم من تاني فنيا التقرير كمان قال ان حتى عملية بيع محمد صلاح او ساديو ماني او فيرمينو مش عملية سهلة تماما خاصة ان كل الاندية في اوروبا بتعاني ماليا واكد كمان ان العلاقة بين محمد صلاح و ساديو ماني مش جيدة على الاطلاق ولكن ازاي ممكن تكون كل اندية اوروبا بتعاني وحنا منتكلم انه ليفر بول عايز يجيب مبابي وبرشلونة ما عندوش مشكلة في صلاح ومنشستر سيتي كمان كان فيه كلام انه هو كان ميسي يروح منشستر سيتي مع جوارديولا يعني فيه فلوس فيه اندية ما اعتقدش ان عندها معاناة مالية لانه الملك هو اللي بيصرف بشكل وباشر ومنها المانستي زي ما انت كنت بتقولي ومنها كمان باريس سانجرما اللي بينفق طبعا بعنف شديد جدا لكن فيه اندية مرتبطة بشكل كبير باقتصاديات اللعبة يعني زي طبعا برشلونة زي باي ميونيخ وغيرها من الاندية وطبعا معظم الاندية الايطالية باستثناء الميلا في فترة من الفترات يعني لكن في النهاية اعتقد انه احنا امام سوق انتقالات استثنائية وغريب جدا وان كان كل شيء وارد يعني اعتقد انه فيه رغبة من انبابينو يتحرك لنادي تاني فيه رغبة من صلاح ان يروح نادي تاني ازاي ممكن تتم وايه ممكن تكون تكلفة حدوث صفقة ده اللي احنا او اللي هتكشف عنه الايام اللي جاية اشتركوا في القناة